طيب ما عايز اقول ايه كمان ده انا عندي حاجات كتيرة جدا والله يا عدلي طيب ايه حكايتك مع عادي الامام قبل ما اخش على فقل الصور لا عادي الامام كان زميلي في الكليج وكننا يعني تدماء هو كان اصلحنا نخلص المحاضرات فيه مكان كان بيجمعنا الملاعب الملاعب دي فيه ملاعب كورة وقرينا بتاعة بوكس وقدامها صال التنس طولة فكت انا في صال التنس طولة على طول كان يخشيلي بقى ساعات دخلي مرتين غلابني فيه موتولو ما تجليش ناحية صال التنس طول انا بجيلك المسرح عادل ضحك انت خليها دي بقى انت مين طيب احنا احنا ادي فيه صورة كمان كنا جايبينها لأها صورتك مع الفنان عادل الامام بص عادل الامام مفيش حاجة طلبطان منه ده ايفنت كان ثقافي وكان عامل مسلسل مكسر الدنيا فانا دعيته والراجل جاي وكمان جايلي في تكريمي اللي عملهولي الكابتن صالح في احد الفنادق والله ايو انا فاكر وقال كلمة وقال وقتها يعني وطول ما مش قوي كده قال لي لا والله عادلي هلقوم الراجل دا ينفع وزير الشباب ساعتا كنت صغير ايه بفكرك وتفكيرك دا فا عادل الامام طيب عاوزك تروني عادي ايه اسمع انا جبته مرة يلا من نقوم نروح لا اسمع جبته مرة اه واقعد يلعب طورة في النادي واقعد يقول له تعال نروح ماتش راح معايا الماتش اه واحنا راجعين قال لي ايه النادي دا راجعيت بقى فعدين عالطورة هو بقول له ايه عادل قال لي الميتين طالعيني ولو قال لي ايه طيب انت